نعم محمد ومشاهدين يعني عملية ونوع من الارتياح هنا لمسناه في الشارع الأمريكي والرضى كذلك عن هذه الزيارة لدى جمهور كبير من الأمريكيين وكما يتحدثون هنا ومختصين أنها قمة وزيارة لتعديل وترميم العلاقات بين الولايات المتحدة ودول المنطقة بعد السياسة المتقلبة للولايات المتحدة في الإدارة الجديدة هكذا وصفها هنا الأمريكيون أيضا هناك عندما لمسناهم عن بعض النتائج المرجوة تحدثوا عن يجب العودة إلى تعزيز وتقوية الشراكات وأن تكون على قوية وأن تكون يعني فعالة أكثر وأكثر تحدثوا أيضا كذلك عن زيادة المملكة العربية السعودية كما تحدث السمو الأمير محمد بن سلمان وليل أهد السعودي وزيادة القدرة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل وهذا لا يعني أن الإنتاج سيزيد في الغد هناك اتفاقية بين دول أعضاء أوبك وأوبك بلس أكثر من 44 مليون تنتج هذه المنظمة مع أوبك بلس ستنتهي الاتفاقية التي الأخيرة في نهاية شهر ثمانية المقبل وبعدها سيتم المناخشة إذا كان هناك زيادة أو نقصان حسب العرض والطلب وهنا الأمريكيون تحديدا تحدثوا النتائج سنلتمسها وستكون عندما أذهب إلى محطة الوقود وأجد أن قالون النفط البرميل أو الغاز كما يقال له هنا أقل من 4.5 دولار لتعبئات الوقود ولكن بصفة عامة هنا الأوساط السياسية تتحدث عن أن هذه الزيارة تعزيز شراكات أيضا كانت هناك دعوة رسمية من الرئيس الأمريكي لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بزيارة الولايات المتحدة قبل نهاية العام وتحدث أن هناك العديد من المواضيع والتفاهمات يجب أن نتحدث فيها بملفات أكبر وأكثر وهو يعزز الدور الإماراتي في المنطقة ويؤكد على الشراكة العربية الخليجية التي تلقي بظلالها على أمن واستقرار المنطقة ناهيك عن العديد من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية والتجارية وغيرها